اشتركوا كمان نهاردة في استفلل ريكشن جديدة على هوم سينما رجعنا في فيديو جديد وحلقة جديدة والتريلر اللي احنا هنعمله الى اكشن النهاردة هو التريلر البرومو هو مش اوفيشل تريلر للأسف هو تيزر صغير لمسلسل البيت بيتي الجزء التاني واللي مفروض ان هو هيتعرض في يوم خمسة وعشرين ابريل انا كنت بصراحة ما كنت حاجة اعمل تريلر ريكشن للموسم ده لان هو ده الموسم التاني يا جماعة للناس اللي ما شافتش انا كنت حاجة اعمله تريلر ريكشن للبرومو صغير جدا والحد النهاردة ما نزلش الوفيشل تريلر والمسلسل خلاص هيتعرض كمان كم يوم فانا مستغرف فشخا لحد الوقتي ما نزلش الوفيشل تريلر بتاعه المسلسل من تأليف كريم سامي ومن اخراج خالد مرعي ومعانا في الكاس لست نفس الممثلين بتوع السيزن 1 بتوع المسلسل اللي هو كري كريم محمود عبدالعزيز في البطولة مع مصطفى خاطر وميرنا جميل ومعانا كمان سليمان عيد واحمد بدير ومحمود حافظ انا عجبني جدا 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 سيزن 1 بتاع المسلسل ده ومتحمس جدا انا الفرج على سيزن 2 لان بصراحة كان المسلسل فعلا بجد الدم وخفيف كوميدي فشخ وخصوصا انا بحب جدا كريم محمود عبدالعزيز خصوصا انا لست طالعين من تجربة في رمضان مع خالد نور وولده نور خالد هو كان بالنسبالي كان افضل حاجة في المسلسل من نوجة نظرية طبعا كالعادة مشوفش التريلر ولا مرة اشوفه معاك دولة الاول مرة البيت بيتي جزء الثاني او سيزن 2 يلا بينا ده بص ده بقى سبب من الاسباب ان ما كنتش عايزة عمله تيزر ري اكشن لان اولا التريلر صغير جدا 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 ومكنتش متوقع ان هو صغير اوي كده بصراحة يعني انا مش فاهم يعني تم خلاص يعني المسلسل هيبدأ كمان كم يوم يعني انا مش فاهم ايه الفكرة انت تنزل لي تيزر صغير اوي كده يعني انا استفدت ايه معلش يعني انا استفدت ايه يعني انا واحد لو ما بيحبش المسلسل ده عمر ما هيفكر ان هو هيتفرج على المسلسل يعني معلش يعني انت بتديني برومو يعني المسلسل خلاص هيبدأ كمان كم يوم بتديني برومو ايه عشرين ثانية ابا طولوا شوية حتى مش حادر ان انا ادي نسبة تراقب للمسلسل ده لان ما فيش اي او فيشل تريلر يعني يديني دقيقة حتى او دقيقة ونص مسلا انا زعلان جدا يعني انا كنت متوقعا على الاعلان حيبق دقيقة مسلا ده مفيش ده تيزر التيزر او برومو بتاع البرومو يعني انا حتى ما عنديش كلام كتير اقوله لان انا كنت متوقع ان انا شوف حاجة يعني اكتر من كده ان احنا حتى نتكلم عنها اول حاجة الوحيدة لان انا فدت نظري في الاعلان ان هو تقريبا مش هيكون نفس البيت اللي هما كانوا فيه يعني هو غريب المراضي في السيزن 2 ده هيكون شكلها يعني السوبر ناتشرال يعني الحاجات السوبر ناتشرال اللي بتحصل هتكون موجودة جوه فندو مش هتكون موجودة جوه اصر لان الموسم الاولاني كان الاصر اللي هو كان طبع مصطفى خاطر هو اللي كان ورسه من ابوه كده فده اللي ابتدى يبقى فيه سوبر ناتشرال سطاف يعني وكده بس المراضي حيبقى في فندو فبرده ما عرفتش الفندو ده هل الفندو ده لي علاقة بايه طيب ليه علاقة بالاصر طيب ولا ده واحد احنا شفنا في التيزر ان واحد بيكلمه قاله تعالي لي على العنوانتنا فهو رح له في المكان ده لقى الفندو ده وشكله الفندو هو اللي حيبدأ يبقى فيه سوبر ناتشرال حاجات سوبر ناتشرال يعني وكده فبالسنة كنت اتمنى اشوف حاجة اكتر من كده يعني انا مش فاهم يعني بصراحة يعني حاجة في منتهى العبس يعني حاجة في منتهى الاستابيل بصراحة انا اسف ان انا بقول كده بصراحة يعني كنت اتمنى ان انا اشوف انا كنت اتمنى ان انا اشوف حاجة اطول من كده بكتير يعني على الال ديئة يعني انا عن نفسي واحد شفت سيزن 1 انا بصراحة انا مستني جدا 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 سيزن 2 يعني بصراحة سيزن 1 عجبني جدا ومن الحاجات اللي بجدد حكيتني فاشخ فوش انا مستني بار 2 اتمنى ان هو يبقى على قد التوقعات ولو نزل لأوفيشال تريلر قبل ما يبدأ عرض المسلسل هعملو ان شاء الله بإذن الله تريلر ريكشن بس اوبر اول انا ما عنديش حاجة تانية اقولها عن مسلسل البيت بيتي 2 اتمنى الحلقة بكون عجبتكم و ان شاء الله شوكوا فيديوه تانية قريب منسوش تعملين سبسكرايب و لايك و شير لابنسوش تعملين سبسكرايب و لايك وشير لابنسوش تعملين سبسكرايب في الشانل اشتركوا في القناة